الوقاية من المخاطر الكبرى التنبؤ بها تسيير الكوارث مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل إلى الوضع الطبيعي هي أهم محاور مشروع الاستراتيجية الوقائية وتسيير المخاطر الكبرى للتقليل من حجم الأضرار الناشمة عن الكوارث خاصة وأنها سجلت خلال سنة 2020 أزيد من 30 مليار دينار المفهوم الجديد في الاستراتيجية الجديدة تؤسس على مفاهيم جديدة التي هي تسيير الخطر وليس تسيير الكارثة هذا ما نرجو من مخرجة هذا الملتقى مع كثير من الخبراء المفاهيم الجديدة التي أدخلت في نظام سنداي هو إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر منذ اليوم كشريك في تحديد الاستراتيجية وكذلك في التنفيذ الاستراتيجي الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى تهدف إلى إشراك مختلف القطاعات من خلال تحديد المسؤوليات والموارد المالية بمقاربة تشاركية يستنج النهج الاستراتيجي المعتمد في وزارة الدفاع الوطني على منظومة وضعت من أجل الوقاية من المخاطر الكبرى والتكفل بتسيير الكوارث ففي مجال الوقاية من المخاطر الكبرى فهي تندرج ضمن ثلاث عناصر أساسية وهي التعاون والتنسيق مشاركة في النشاطات والتكوين تعزيز القاعدة القانونية والإسراع في أعداد بعض النصوص التطبيقية من شأنه رفع العرقيل وإحذاث أكثر مرونة في تسيير هذه الكوارث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر